في العاصمة الماليزية كولا لامبور توجى صيني شانج تي بجائزة أفضل لاعب كرة قدم أسيوي خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد الأسيوي شانج البالغ من العمر 33 عاما توجى بالجائزة بعد قيادته فريقه جوانزو إيفرغراوند الصيني للفوز بدور أبطال أسيا بعدما تغلب على سيول الكوري الجنوبي وتنفزت شانج على الجائزة مع الإيراني جواد نيكونام والكوري الجنوبي هادي سونج